إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدة نوه السيد اللي هي أصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الإسلام حديثا وعملت قناها على اليوتيوب مصر من مليون مسيحي في مصر مليون ومئة وستين ألف أصبحوا مسلمين أو تأسلموا أو تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن طبعا بات يا هيا نمرة واحدة عن اليوتيوب ما تشهره عاش وإحنا تيهين وإحنا مش عارفين حتى الرد عليها أعمل مع الكريسة وشوف أولاديك هو هو طبعا بها هياخذ وقت أتا مسيحيين مش عايزين وللك يقوموا السمين اللي نزع عني إن بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الإيمان المسيحي الضعيف للناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي العزاء حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد جزاكم الله خيرا نتحدث اليوم عن قصة الأبرس والأقرع والأعمى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصرة قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل إن قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخدته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق علي الدرس الأول الابتلاء ليس بالشر فقط وإنما بالخير أيضا والنجاح في امتحان الابتلاء بالشر الصبر والنجاح في امتحان الابتلاء بالخير الشكر سليمان عليه السلام لما علم بقدوم بالقيس إلهي يجمع وزراؤه من الإنس والجن ويطلب منهم إحضار عرش بالقيس من اليمن وما عجز عنه جني خارق الإيمان كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب وبطرفة عين كان العرش بين يديه فعرف أنه امتحان فلم يتكبر ولم يتغطرس وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر النجاح في امتحان الغنى أن تنفق على نفسك وتوسع على الناس والرسوب أن تبخل فتعيش عيش الفقير وتحاسب حسابه الغني والنجاح في امتحان القوة أن تقيم العدل وتساعد الدعفاء والرسوب فيه أن تعتدي وتظلم وتفتري فإذا غرتك قوتك على الناس فتذكر قوت الله عليك الدرس الثاني شكر النعمة باللسان والجوارح ولا يسد أحدهما مكان الآخر يريد الله أن يسمع الحمد في لسانك ولا أحد أحب إليه المتح من الله ويريد أن يرى ماذا أنت صانع بنعمتي عليك وإن البخل ليس في المال فقط وإن كان هذا رأس البخل رأي تحبسه وأنت تعلم أنه ينفع بخل شهادة تكتمها وأنت تعلم أنها ترجع حقا لصاحبي بخل بخل خلاف بين زوجه وزوجها وأنت قادر على أن تسويه ولا تفعل بخل كيس سقيل لا تحمله عن عجوز بخل نبيك صلى الله عليه وسلم يسكر عندك ولا تصلي عليه بخل الكرم جميل في كل شيء في الرأي والأخلاق والمساعدة وأجمل الكرم في المال وإن كان ليقلل من قيمة معده وانظر عاقبة البخل في القصة فهذا الأبرس كان عنده واد من الإبل ولكنه بخل بواحدة على من قال له ليس لي بعض الله غيرك فأخذ الله كل إبله وانظر إلى الأقرع كيف كانت عاقبته بخل ببقرة وكان عنده واد من البقر فأخذ الله كل بقره أما الذي أعطى وتذكر سيرته الأولى فقيل له بارك الله لك في مالك موقف واحد يرفعك أبد الظهر وموقف واحد ينزلك أبد الظهر وما الحياة إلا موقف فإياك أن ترسب الدرس الثالث المال ليس دليلا لحب الله للعبد ومن أجمل ما قيل في هذا أعطى الله الدنيا كلها لسليمان عليه السلام والنمرود ولو كانت معيارا لتمايز الناس ما ساوى فيها بين نبي وطاغية كانت ملوك الروم تنام على الحرير وتأكل بملاعق الزهب ومحمد صلى الله عليه وسلم تمر الأيام ولا يوقت في بيته نار نطعم ويوم الخندق ربط حجرا على بطنه وكان يرعى الغنم في صغره لأسرياء قريش عاش فقيرا ومات فقيرا درعه مرهونة عند يهودي وهو أكرم خلق الله على الله فإذا أعطيت فأشكر وإذا منعت فأزبر فالله إن أعطاك فقد أعطاك مالك وإن منعك فقد منعك ما ليس لك ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس فإنك لا تعلم هذا الذي أعطيه مما حرمه وعلى مر التاريخ كان المال والغنى في الكفار أكثر منه في المؤمنين والغنى ليس مزمة بحد ذاته فنعم المال الحلال في يد العبد المؤمن ولكن إياج أن تعتقد أن ضيق الرزق يعني الله يكرهك وأن المرض يعني أن الله يعذبك ولكنه تعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة ولن نبلغ مرتبة الإيمان الكامل حتى نعلم أن منع الله يعطاء الدرس الرابع الطبيب الحقيقي في السماء العجوز العقيم أصلحه الله في لحظة لتنجب نبيا والذي مساه الضر أعواما قال له ربه ارقد برجلك هذا مختسل بارد وشرب فعاد أبها مما كان يناديه زكري عليه السلام ربي لا تزرني فرضا فبشره بيحيا الأبرس الذي يعجز عن شفائه أطباء الدنيا ولو اجتموا عنده قال له الله كن صحيحا فكان والأقرأ عاد له شعره والأعمى رد عليه بصره تعالجوا عند أطباء الأرض فنحن أمة أمرت بالتداوي وطلب العلاج عند الأطباء لا يتنافى مع التوكل على الله لأنه واقع في قدر الله فإن شاءه شفي على يد إنسان وإن لم يشأ لم يغني أطباء الدنيا عنك شيئا ولكن ونحن نأخذ بالأسباب تعالوا نتذكر الطبيب الحقيقي هذا الآمر الناهي في الكون وعلى كل ما فيه اشرب دوائك لأنه سبب في الشفاء وقبله قل كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته